من المرتقب استئنافوا ما تبقى من عمليات ترحيل بالجزائرية العاصمة خلال الأيام القليلة القادمة إذ يقدر عددها بخمسة عمليات خصصة للنوزلائية الصفيح أو البناية الهشة أي ناسة مكين من ترحيل ما يقارب الثمانين ألف عائلة فولي العاصمة عبدالقادرزوخ أكد في تصريحات سابقة أن عملية ترحيل ستباشر بعد عيد الفطري المبارك وهي العمليات التي تخص سكان الحفرة بواد سمار ألف ومئتان عائلة قرية الشوك بجسر قسنطينة ألف وثمانين عائلة وغريغوري مئتان وتسعين عائلة إضافة إلى ثمانين وعشرين عائلة تقضن بأسطح حي عمار عاشور ببلوزداد واثنين عشر عائلة بأقبيت أحمد غرمول بالقبة المواقع والسكنية الجديدة التي ستستقبل المرحلين الجدد تتوزع عبر ثلاثة عشر موقعا خمسمائة واثنين وثمانين عائلة سترحل إلى ألفين وأربعمائة مسكن بأولاد فيت وثلاثمائة عائلة إلى الكحلة ببئر توتا وألف عائلة بزعاترية والرحمانية بالمعلمة أما الدراريا فستستقبل مائتين وأربع وستين عائلة خمسمائة وخمسون مسكن برويبا وثلاثمائة مسكن بسويدانية وأربعمائة وأربعون مسكن بعين البنيان وألف ومائتين مسكن بسيدي سليمان بالخريسية بكوريفا بالحراش وفي ذاتي الإطار ستتواصل عملية ترحيل المرحلة الواحدة والعشرين التي لم تستكمل قبل شهر رمضان بسبب ارتباط المتمدرسين بالاختبارات المصرية فتقرر تجمدها ويأتي ذلك في وقت أشار فيه المسؤول الأول على رأس الولاي عبدالقادرزوخ إلى أن القضاء على القصدير نهائيا سيتجسد على أرض الواقع بعد خمسة عملية ترحيل أخرى تضمنها البرلمج